ألف ألف مبروك لاسترجاع القنوات المهكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والربح من الإنترنت وشرحات برامي ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال بيديا كل القنوات دي كانت مهكرة الحمد لله رب العالمين كنا سبب في أن القنوات ترجع لأصحابها أنا ليديا صاحبة قناة باك دي ذات وهنا ليديا أوجه كامل شكر للمهندس مهني سليمان صاحب قناة العلم والتكنولوجيا على جميع الجهود المفذولة يعني إنسان رائع إنسان محترم وفي أقل من 24 ساعة رجالي كامل قنواتي المهكرة يعني وحساباتي أنصح أي شخص يتعامل معه لكم أيها الأخوة معكم زكريا النجماوي من المغرب والذي قناة في اليوتيوب زكريا النجماوي المتخصصة في مجال الهواجي سرقة قناتي في هذا الشهر وبالضبط يوم 22 شهر واحد 2024 وبفضل سبحانه وتعالى وبفضل أخ المهندس مهني سليمان لقناة العلم والتكنولوجيا الحمد لله قام باسترجاع قناتي انا مهندس معماري اه في شركة وراسكم اه سهلا بيك في القاهرة اه في مصري اه اه في القاهرة اه اه انت حاليا شغال شكلك في الاستاذ تتلين الاستاذ كده اللي تشغلت ده استاذ ايه ده استاذ القاهرة او الاستاذ ايه استاذ العصامة لدريه الجديد اه ما شاء الله انا مهندس ماجد عادل اه هي هي بعيدا اول ده المحتوى بتاع ايه طيب طيب الحمد لله الحمد لله ألف مبروك ألف مبروك ربنا بارك فيك يا استاذنا ويا ربنا توف عمرك كده وافتغذي من الناس كلها يا رب حبيبي حبيبي ألف مبروك يا شوندس طيب طيب قطر خيرك يا شوندس واتعبنا حضرتك مع السلام انت متتخيلش ان لما يكون القناة مهكرة صاحبها بيكون عامل ازاي انت دلوقتي حاليا بتقول ان انا ما عنديش مشاهدات ما عنديش مشتركين ده انا هسيب القناة ده انا هبيع القناة انت متتخيلش نفسية اصحاب القنوات دهية لما قنواتهم بتتحكر لان انت لم تتعرض لهذا الامر وربنا ما يكتبها عليك ألف مبروك لقناة شطار تيوب قناة اسلامية يعني قرآن تعليم قرآن واشياء زي كده يعني قناة محترمة الحمد لله انها رجعت لصحبتها من مصر وكمان ألف مبروك لقناة بي اه سي دي زت ايضا قناة تعليمية زي ما انتوا شايفين كده قدامكم قناة محترمة تقدم محتوى تعليمي وكمان ألف ألف مبروك للاخ زكريا من المغرب لاسترجاع قناة المهكرة قناته ما شاء الله يعني حد محترم وبعد استرجاع قناته الحمد لله عمل فيديو هوت بمناسبة استرجاع قناته فنحب نقول له ألف ألف مبروك محتوى محترم وقناة محترمة نقول كمان ألف ألف مبروك لقناة صرح الهندسة صاحبها مهندس من مصر محتوى هندسي محتوى محترم زي ما انتوا شايفين كده فنحب ان احنا نقول له ألف ألف مبروك قناة شطار طيوب 24 ألف مشترك من مصر قناة بي اه سي دي زد من الجزائر عندهم 44 ألف مشترك قناة زكريا 12 ألف مشترك من المغرب قناة صرح الهندسة 31 ألف مشترك من مصر ألف مبروك لهم جميعا وبنعمل منشن لهذه القنوات في وصف هذا الفيديو تقدروا تدخلوا عندهم وتقولوا لهم ألف مبروك في قنوات كتيرة احنا بنرجعها ولكن ما بيكونش فيه وقت ان احنا نسجل معاهم فبنحاول نجمح كده كل كم قناة ونبدأ ان احنا نوضحهم في فيديو زي ده كده تقريبا احنا بشكل يومي بيتعرض علينا قنوات بيتم تحكيرها من كل الدول ازاي ان اصحاب القنوات المهكرة بيتواصلوا معانا التواصل معانا بالنسبة للقنوات المهكرة يكون من خلال رقم الواتس اللي بيظهر معك على الشاشة ده وموجود في وصف الفيديو ووصف القناة ترسل رسالة على الواتس وتكتب في بداية الرسالة قناتي مهكرة طبعا احنا عندنا شرط في الاول قبل ما نبدأ في استعادة قناتك المهكرة وهو ان انت تكون بتقدم على قناتك محتوى محترم العاب شروحات اكلات شروحات يوتيوب بتنجان اي شيء اشرح اي حاجة وقدم اي حاجة ولكن يكون محتوى محترم محتوى حلال بنعرف الكلام ده ازاي؟ احنا بنعرفه احيانا اصحاب القنوات المهكرة بيتواصلوا معانا على الواتس ويكتب يقولك ان انا قناتي مهكرة بنقوله هتلينا رابط القناة اول حاجة احيانا بيكون المحتوى لسه موجود والقناة لم يتم حسفها فبالتالي بنشوف المحتوى بنطلع عليه قبل ما نبدأ ولا نعمل اي حاجة ولا ناخد من صاحب القناة اي بيانات واحيانا بيكون القناة تم حسفها فاحنا بنعرف المحتوى ايه قبل ما نبدأ وعجلنا طرق بنعرف فيها المحتوى الموجودة على القناة حتى لو القناة محزوفة ياما هو صاحب القناة يقول لنا ياما ان احنا نعرف بطريقتنا في قلوات كتيرة احنا بنرفض التعابل معاها اكون صريح معاكم يعني مثلا قناة اسمها المهدي المنتظر حاجة كده قناة عليها خمسين أو ستين ألف مشترك ديت إحنا رفضنا استرجاعها لأن القناة ديت بيعلموا عليها عن المهدي المنتظر كذا كذا ويعني في حد طالع يقول أن أنا المهدي المنتظر فطبعا أنا رفضت استرجاع القناة نظرا لأنه لقيته أنه هو يتعارض مع الدين الإسلامي هم بقى يروحوا لحد تاني يرجعها أو هم يرجعوها ده حاجة مش بتاعت هذا المحتوى أنا شوف أنه هو محتوى يشوي صورة الإسلام أنت بتحول تقنعني الآن أن أنا أرجع لك القناة حتى لو أدينا فلوس إيه ليس الهدف فقط هو كفلوس لازم أن أقتنع بمحتوى القناة أنا لا أرجع قناة مهكرة ومحتوها يشوي صورة الإسلام إطلاقا حتى والله لو تديني مليون دولار أخصم بالله عشان تكون فاهم بس الموضوع يعني ممكن أن أنا بكرة أعمل شرط قنوات كده وأقول أن أنا المهدي المنتظر فاهمني إذن؟ عادي أو واحد اسمه أي حاجة يعني اسمه زكريجا يقولك أنا مهدي المنتظر والتاني اسمه عباسي يقولك أنا مهدي المنتظر معرفش الصراحة إيه ده يعني الدين الإسلامي ده اللي كل واحد عمال يشوي فيه تمام أخي الكريم؟ فأنا بعتذر منك تمام؟ والقصة هي ليست فقط دولارات القصة في هذه الحياة هي ليست فقط دولارات القصة قصة مبدأ وبالتالي أنا لا أساعد في استعادة قناة مهكرة محتواها يشوه الدين الإسلامي أحيانا لما بشك في القناة ومحتوى القناة باخد الرابط وبنعطيه لشيخ بيبدأ أنه يدين فتوى يقولين رجعوا القناة ولا لا حتى لو صاحب القناة يدين مليون دولار لا المبدأ واحد يعني في الأول إيه هو محتوى القناة حتى لو محتوى ألعاب كوميديا أي حاجة احنا ما عندنا دين مشكلة المهم أنه هو لا يشوه الدين الإسلامي بتاعنا معانا عندهم مليون مشترك لسه من يومين أو ثلاثة إيام طبعا القناة أصلا محزوفة فمافيش محتوى أن احنا نشوفه على القناة دخلنا بحثنا على التيك توك لقينا عندهم 2 مليون فولورز على تيك توك وعلى الفيسبوك نفس الكلام وعلى انستجرام 2 مليون فولورز فعندهم ملايين المشاهدات واللايكات على كل المنصات وقناتهم المهكرة عندهم مليون مشترك طبعا لقينا المحتوى القناة ما ينفحش خالص ان احنا اصلا نساعد في استرجاعه حتى لو هم هيدوني مليون دولار الموضوع المبدأ واحد ورفضنا وقلنا لهم احنا لا نستطيع استرجاعها هذه القناة لان محتوها يتعرض مع الدين الاسلامي لان حد كده كوتش اللي هو واحدة ستة بتعمل تمليل رياضية وتخسيس وكذا وبتطلع طبعا بلبسها واشياء زي كده وشكلها ما ينفحش ان احنا نشاهد هذه الفيديوهات وطبعا قدنا لهم النصيحة وان لهم يريد تتوقفوا عن نشر هذا المحتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير اهلا وسهلا بكم شوف اخي الحبيب طبعا قناتك الفيديوهات ما موجودة على القناة ولكن انا دخلت بحثت عنكم على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى انستجرام فعرفت المحتوى اللي انتو بتقدموه خلينا اقولك ان انا انسان عادي جدا بسيط جدا مش متشدد في الدين ولا اي حاجة لكن انا مسلم والمحتوى الذي تقدموه على المنصات عندكم ما شاء الله على التيك توك اكثر من اثنين مليون فولورس وعلى انستجرام اثنين مليون فولورس يعني ما شاء الله عندكم متابعين كتير ما شاء الله وعلى التيك توك يعني تقريبا عشرة مليون لايك على فيديوهاتكم فانتو ما شاء الله يعني تمام منتشرين يعني ولكن انا كمسلم انسان بسيط جدا مش متشدد في الدين ولا اي شيء ولكن انا عندي قواعد بطبقها في موضوع استرجاع القنوات المهكرة في اية في القرآن الكريم في سورة المائدة الاية اثنين تقريبا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب وبالتالي انا لا استطيع ان انا اعينك على المحتوى اللي انت بتقدمه ولكن انا يعني ادعوك ان انت تتوقف عن هذا المحتوى وتقدمه شيء يكون حلال الزي اللي ستتطلع بيه على القناة او على المنصات يكون زيه يكون محترم يعني مش تشدد ولكن فيه قواعد بسيطة جدا بنكلم في الامور البسيطة خالص في الاسلام فانا بعتزل منك والله ودي نصيحة من اخ ليك انت كزوج الست صاحبة المحتوى او صاحبة القناة ويأتمنى ان انت تتوقف عن هذا المحتوى المسألة ليست فقط كفلوس ولكن انا ما ينفحش ان انا اساعد في نشر محتوى كل من ينظر اليه بعد كده انا ربنا هيعقبني عليه فشكرا لك وانا بعتزل منك مع السلام لان ده مش هيفيدكم في شيء الحلال هو مفيش افضل منه حتى لو قليل ومشطارة ان واحدة سيت تطلع وتقدم تنازلات علشان تجيب مشاهدات يعني مشطارة اي واحدة سيت لو عملت كده هتجيب مشاهدات بنفس الطريقة ولكن فيه ناس لسه متمسكة بمبادئها حتى مع ظل المشاكل الاقتصادية اللي احنا او الناس معظمها بتعانيها في هذه الايام المهم الصراحة هم كانوا محترمين جدا وقدروا موقفنا وقالوا شكرا لك مع السلامة ورفضنا استرجاع قناتهم حاول ان انت تقدم محتوى حلال وقانوني عشان ربنا يكرمك وتربح بالحلال من السوشيال ميديا على اي منصة انت شغال عليها يعني انت تقدم محتوى تكون بتتشرف به اولادك يطلعوا او اولادك لو انت واحدة ستة يطلعوا يعني يتشرفوا بالمحتوى ده تمام ميباش ان احنا طلعين نقدم كده تنازلات ونقدم حاجات مش كويسة وبعد كده نقول ان احنا يوتيوبر وان احنا فيسبوكر وان احنا مش عارف تيكتوكر وقعدين بقت ان احنا نتفخر وقالت احنا عندنا فول ورز كذا والناس بقت ايه يعني واخدكم كده كقدوة واصلا انتوا تلعتوا بتقديم محتوى مش كويس انت لما تطلع وتتشهر وتطلع بمحتوى كويس وحلال ولم تقدم تنازلات سواء كان رجل ولا ست في الحالة ديت ان انت تتفخر بالمحتوى اللي انت بتقدمه طبعا كل واحد حر انا لا اتدخل في اشياء لا تخصني انا بالنسبة لي انا بشوف ان قناة محتوىها مش كويس ما انساعدش في استرجاعها واتمنى من كل اصدقائي اللي بيعملوا محتوى شروحات او اللي عندهم خبرة في استرجاع القنوات ان انت لا تساعد في استرجاع قناة مهكرها محتوىها مش كويس لان انا اسألت ناس شيوخ وناس متخصصين يعني ناس عندهم علم كبير وقالوالي لا تساعد في نشر محتوى مش كويس انت القناة تهكرت توقفت عنك كده هو بقى يرجحها هو يروح لحد تاني يرجحها انت ملكش دعوة المهم ان انت لا تساعد في استعادة هذه القنوات لان احيانا بقى فاجأ ان انا في قناة رفضتها لان خناة تانية رجعتها لا ايا كان هيديك كم هيديك 10 دولار هيديك 100 دولار هيديك 1000 دولار يعني ان انت تقدم خدمة بشكل مدفوع ما بيش اي مشكلة خالص ولكن لمحتوى يكون محترم حتى لو انت تقدمها بشكل مجاني ما بيش اي مشكلة يعني ممكن تعمل مجاني تعمل بفلوس انت حر ولكن ساعد فقط في القنوات اللي هي محتواها محترم انا لقو ساعد في قناة يكون محتواها موسيقى افلام وسلسلات مع ربش تمرير رياضية واحدة طلع تعمل كده وكده وتقول لك ازاي تخسيسي وازاي تزودي وتكبري وتصغري انا لقو ساعد في هذا الشيء وانا على فكرة انسان بسيط جدا انا مش متشدد ولا اي حاجة ده انا هبصه طلع يعني انا عادي خالص يعني اقل من اي حد ولكن انا يعني لا استحمل ان انا يعني اخذ معاصي من الناس التانية لان انا حاجة دي هرجحها اي حد يشاهد هذه الفيديوهات يعني انا ربنا يحاسبنا عليها فكفية المعاصي اللي عندنا احنا عندنا اكتفاء ذاتي تحياتي لكم رقم وردس موجود في وصف القناة ووصف الفيديو المخصص لاسترجاع القنوات المهكرة الف مبروك لهذه القنوات هتقول لي ان ازاي بيتم تهكير هذه القنوات قلنا كتير لكن محدش بيشاهد ولا بيطبق ان انت اما تيجي تنزل تطبيق تنزله الموقع الرسمي لا تضغط على روابط تصلك وقولك انت كسبت معانا غسالة وتلاجأ وتعالى عملين اعلان وانت حد شطور تضغط على الرابط يتم تهكيرك فالطرق المنتشرة في تهكير القنوات احنا ذكرناها كتير جدا وعندنا قيمة على القناة اسمها استرجاع القناة المهكرة لو انت عندك وقت او انت بتعملي ملوخية كده في المطبخ شغليها جنبي منك واستمتعي بمعرفة الاشياء التي تؤدي الى التهكير مع السلام